أما في مستجدات الأزمة الأوكرانية دنى رئيس فلادامير زيلانسكي ما وصفه بالضربات الروسية القاتلة على أوكرانيا خلال الليلة باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنعة وكذلك الهجمات الصاروخية الجديدة والقصفة على حد وصفه ورفض أي حديث قادم من الكرملين عن وقف اطلاق النار محتمل وقال زيلانسكي أنه في كل مرة يحاول وحدهم سماع كلمة السلام في موسكو يتم إصدار أمر آخر بمثل هذه الضربات بحسب وصفه حيث أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية شن روسيا هجوما مكثفا بطائرة مسيرة على البلاد وأنها قد أسقطت 16 طائرة من أصل 21 طائرة مسيرة